اخيرا وانا ليس اخيرا في نفس ذات الموضوع مولانا انت هتوفر فلوس في جيبك وهتساعد في واحد يجي يقولك ايه و هنساعد الدولة يعني هنعمل لها ايه 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 حاجة خالص حضرتك هتعمل ليه ايه هتوفر دولارات هتوفر دولارات ده معناها ان سعر الصرف يقل لحبتين يقل لحبتين انت مستفيد وانت بتشتري اي حاجة بس كده خلويس المسألة بسيطة جدا مفيهاش اي علم صواريخ خالص مسألة بسيطة تعامل مع النقد وكأنه سلع كتيرا سعرها قليل ندرا سعرها غالي وفرنا الدولارات وبقت موجودة يبقى سعر الصرف يقل ما وفرناش الدولارات وبقت قليلة سعر الصرف يشد لما سعر الصرف يشد حضرتك بتقول جاي المسألة في ايدك وبالمناسبة قصة دقة الكهرباء وما يلازلك لأ ده انا بقول لك اي حاجة لقتها بتغلق ما تشتريش حلو كده اشتري اللوازم يعني ايه اللوازم ما هو لازم اشتري استهلاكاتك اللازمة اكتر من كده لأ ليه مش عشان حاجة عشان ده جاشع تجار واستهبال الدولار لو زايد 10% بتجر بروح مزود 20 و 25 ما تمشيش وراه لبسه لبسه عشان احنا محتاجين عندنا حاجات في اجندتنا احنا كلنا اكبر من كده بكتير واحد يجي يقول لك هم هيقطع عين الكهرباء لا ده كان هناك ايام الاخوان في مصر فيش حاجة اسمها قطع الكهرباء واحد يجي يقول لك اه يبقى احنا كده اكيد اكيد هيوقف المشروعات القومية لا المشروعات القومية مش هتوقف لحيان وقالها الرئيس يجي ثلاث مرات او اربع مرات قبل كده لا مفيش حاجة هتوقف المشروعات القومية مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى لانه الهدف الرئيسي ان المشروعات القومية هيما هياش حلة فانتازية بتعملها الدولة لا دي حاجات ليها لزوم بتأثر على البني آدم وحياته وثقافته ويومه وتركبته هو وولاده واحفاده وحاجات تانية ليها لزوم لانها بتدخلك فلوس